من العبارات اللي يسأل عنها دائماً هل نقول يا ساتر يا ستار يجوز ولا لا؟ بعضهم يقول لا لا تقولها أبداً ما يجوز انتبه فيقول قل يا ستير على حديثين الله ستير ونحبوا الستر يجين الحديث صحيح ولا ضعيف وبعضهم قال إن ساتر اسم الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم تشتغ فالحوال مدني حكث للجنة أنت عشان تعرف هل اسم لهم ولا لا؟ أولاً الحديثين الله ستير ونحبوا الستر الراجع عند العلم أنه ضعيف نعم حسن الشيخ الأبان رحمه وتعالى لكن الراجع أن الحديث ضعيف هذا أولاً ثانياً إذا قال يا ساتر أو يا ستار من باب الخبر ما في حرج هو ما أراد الاسم أن هذا من أسم الله ولكن أراد الخبر يا ساتر السرنة يا ستار السرنة ما في أي حرج ثالثاً لا شك أن اسم الله جل وعلا توقيفية كيف توقيفية؟ يعني مأخوذة من القرآن والسنة من كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما نجيب اسمها من عندنا أما باب الإخبار فهذا أوسع مثل لو قال الإنسان من باب الإخبار يا مسهل يا معين يا موفق هذه كل ليست من أسم الله لكن هذا من باب الخبر فالمجال فيها واسع ما نجيب أن نقول لا لا تقولها لأن المسهل والموفق والمعين هو الله جل وعلا لا غيره فالإنسان يخبر بهذا ولكنه لا ينادي يريد بها الاسم فلا يجوز أن يسمى مثلاً عبد المعين أو عبد المسهل على البعض يقول لا تقول يا ساتر يا ستار وينشره وينبه الناس على هذا الشيء هو وقف على كلام الشيخ الألباني رحمه وتعالى وغفر له واقتصر عليه وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعد طلبة العلم وفقنا الله إياهم يقف على كلام عالم واحد في مسألة معينة فيأخذ به ويعممه أعطيكم مثال آخر مثال شخص يقرأ دائماً لشغل العثمين فقط مقتصر عليه ومما يقرأ أن شغل العثمين يرى أن غسل الجمعة واجب فظن أنه ليس في المسألة قول آخر فيكون هذا الشخص كلما تكلم عن غسل الجمعة قاله واجب أخذ بقول الشخص محمد لم يقع على غيره مع أن لجماع عقد كما ذكر عبدالبارة على أن غسل الجمعة سنة وإن كان هذا الجمعة غير صحيح هناك مقولة رائع جداً تناسب المقام يقول أحد التابعين رحمه وتعالى لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره مقولة تكتب بماء العين لله درك قال العبارة السابقة هو التابع الكبير أيوب بن أبي تميمة السختياني يقول لإمام مالك ما حدثكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه رحمه الله جميعاً استودعكم الله